بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم مجددا مع الإحصال للأطباء وشارح برنامج SPSS ومعكم محمد الشريف في هذا الفيديو هنتكلم على describing data when we are describing two categorical variables together في الفيديو السابق تكلمنا على describing one categorical variable عن طريق أنه نعمل حاجة اسمها frequency table هنا لما يكون عندنا two categorical variables هنعمل حاجة اسمها cross tab أو two-way table أو contingency table نشوف الداتا سير بتاعتنا عندنا هنا some categorical variables زي six smoking athlete year of study هنشوف ممكن نوصفهم ازاي هنروح هنا على analyze descriptive statistics هنروح على cross tabs هنا علشان نوصف two variables مع بعض محتاجين two variables واحدة هيكون في الروز واحدة هيكون في الكولامز خلينا ناخد six في الروز وناخد الathletic status في الكولامز athlete and non-athlete ونقول هنا اوكي طلع لنا هنا في الاول هنا بيقول الميسنج عندنا nine missing cases اوكي وبعد كده بطلع عندنا هنا التابل ده بيعرض non-athlete and athlete وبيعرض mail and female ده منسميه two by two table هنا عندنا two categories هنا عندنا two categories بيبقى بالشكل ده نفهمه ازاي التابل ده هنقول هنا عندنا male and non-athlete one hundred and three male and athlete one hundred and one هنا total males two hundred and four نفس الفكرة مع الفيميلز لنفس الطريقة او ان احنا هنقول هنا من نفس الشكل non-athlete males and non-athlete one hundred and three females non-athlete one hundred and forty three and all non-athlete two hundred and forty six فهنا عندنا totals اللي تحت هنا بتاعة الاثليت non-athlete and athlete والtotals اللي هنا بتجمع ده اللي هو six male and female طيب ممكن نجرب حية تاني اوكي هنقول reset ناخد six في الروز وخلينا ناخد ال smoking في الكولم هنقول اوكي دينا نفس التابل بالزبط بس هنا عدد الميسنج فاليوز مختلف فالtotal هنا مختلف بتاع الميل والفيميل نفس الجدول اللي فات بس ده two by three table عشان هنا عندنا two levels عندنا هنا three levels ممكن نستخدم حاجات تانية مثلا بدل مثلا هنا six نستخدم year ونقول اوكي هنا عطانا four by three table هنا four levels هنا عندنا three levels وهنا total بتاع first year total second year third year and so on هنا total non smokers هنا total fast smokers هنا total current smokers وهنا ده total sample بتاعتنا طبعا ناخد بالنا ان التوتل بيختلف كل مرة علشان عدد الم missing cases بيختلف ودي بيتم استبعادها من التابل طيب لو احنا عايزين نضيف percentages على هذا التابل نعملها ازاي هنرجع تاني والreset ناخد هنا مثلا six في الroze وناخد هنا لسموكينج في الكولمز اوكي six في الroze والسموكينج في الكولمز وهندوس هنا على اي cells في الجزء ده هنا البرسنتجز فيه تلت طرق ممكن يحسب بهم البرسنتجز ممكن يحسب في الroze ممكن يحسب في الكولمز ممكن يحسب على التوتل فيه ناس بتختار التلاتة بس انا لا افضل ده افضل ان احنا نختار واحد منهم علشان ما يحصلش ان الجدول يبقى فيه ارقام كتيرة وانتوه فيه فلو احنا عندنا هنا في الroze قلنا فيه six لو احنا عايزين نسبة السموكينج في كل six يبقى هنقول انا اختار البرسنتج في الroze نجرب ونشوف هنقول اوكي وبعد كده هنقول هنا اوكي لو نلاحظ هنا طلع عندنا صف جديد اللي هو يعني ايه يعني هنا 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 والتوتل عندنا هنا فالبرسنتج هنا ماشية بايه بالعرض مع الro لان احنا اخترنا نفس الفكرة هنا تحت مع الفيميلز ونفس الفكرة هنا تحت في التوتل فمن التوتل سامبل بتاعتنا فيه عندنا سفينتي ثري نان سموكرز ناي بوينت تو باست سموكرز وايه وهكذا فهنا نقدر نشوف كل سموكينج ستيتوس وذن الاس طيب لو غيرنا هنسيبها زي ما هي بس هنغير بدل من نختار في الroze هنختار الكلام ونشوف نفسرها ازاي ونقول كونتينيو اند اوكي هنا وذن السموكينج ستيتوس وذن الكولم يعني ايه وذن الننسموكي جديد ناسموكي ستيتوس 50% مالس 50% 50% مالس 100% رجل لو شونا في الباست سموكي عندنا 35% فالباست سموكي مالس 65% مالس والتوتل هنا 100% فهنا احنا بنحسب على الجدول اللي قبله كنا بنحسب حسب طيب هيحصل ايه لو غيرنا قلنا هنختار على التوتل هنا البرسنتاج بتاع every cell من التلاتة من الستة اللي عندنا مقسومة على التوتل اللي هنا الون هندرد برسنت لو ملاحظين هنا مفيش هنا 100% ولا هنا 100% الون هندرد برسنت فقط في التوتل كله فلو احنا قلنا الميلز and the non-smokers represent 37% of the total sample بتاعتنا and mail and current smokers represent 7.7% of the total sample بتاعتنا مهم جدا ان احنا واحدة بنعمل البرسنتاج نكون عارفين احنا بنعملها في اي اتجاه ونختار واحد بس ما نختارش التلاتة مع بعض لو جررنا واخترنا التلاتة مع بعض زي ما في بعض الناس بتعمل هنقول اوكي اوكي ظهر عندنا الجدول بالطريقة دي وبقى فيه عندنا في كل cell 3% وهو امر قد يصعب فهمه او التعبير عنه هذا ما لدينا اليوم وشكرا لكم اشتركوا في القناة